موسيقى 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 يعني مدرستين في مواجهة هذا الشخص المتوهم خاصة في الدين إما أننا أوجه بهذا الأمر وإما أننا أتركه هو الاتنين موجودين لأنه المتوهم له درجات في واحد خدوا المسجد وهو عنده عشر سنين ربوه على التميز قالوا له أنت أحسن من الناس ابتدى كبر يتربى في قلبه فبقى في قلبه كبر أنت حافظ أنت بتصلي أنت كويس وبيتكبر بطعته على الناس وفي نفس الوقت لازم يرسم موسك لازم يرسم وش للناس بالتواضع فتعلم شيء كبير من الكذب ومن النفاق من سن عشر سنين وهو درجاتي عنده تلاتين سنة ده بقى في شعور أعماقه ولذلك هو شايف أنه كل الناس غلط وأنه هو الوحيد الصواب وأنه متكامل وأنه متكامل وكل حاجة فده هو اللي هيصدق عليه أنه مفيش فايدة لكن في ناس تانية منباهرة بدول ما تربوش على الكبر ده إنما هم شايفين الناس دي صح لأنهم بيقولوا قال الله وقال الرسول بيدعو يا أخي إلى قيام الخلافة الإسلامية يا أخي الداعش أبو بكر البغدادي اللي كان في الجوانتنامو اللي هو علته من أصول صحيونية ده هو خليفة المسلمين هو منباهر وما عرفش المعلومة دي وهو ده اللي ممكن أن احنا نبينله وهكذا كان الناس في ناس ماتت على الشرك أبو جهل مات على الشرك وأبو لاهب مات على الشرك وهكذا ماتوا على الشرك حتى في ناس طيبين ماتت على الشرك وما ارضتش تؤمن صحيح فإذن إحنا عندنا ابنعين عندنا من قد استيقاسنا من صلاحه وده هيصطدم مع حائط القدر وعندنا لا من يجب علينا وعندنا بقى نوع الثالث وهو الوقاية أيوة 90% بقى من المجتمع ما دخلتش في الموال ده فلازم أعطيهم من هذه الأولى وديرهم نعم الحقائق اللي يستطيعوا بها التمييز بين الفاسد وبين الصالح كسي باردددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد